ختال قومي وفي ذلك فليتنافس متنافسون اقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإرى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين أله لله بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القسوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وإذ يريكموهم والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم إنه عليم وإذ يريكم إذ يريكم إذ إلتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور أحسبك قرأ قول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك بسم الله الرحمن الرحيم له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيها ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيها ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفيقين خير مقاما وأحسن نديها وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريها قل من كان في الضلالة فليمدد لهم الرحمن مدها حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جند حسبك اخرأ خول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءتكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القته وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا حسبك اقرأ قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجبكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أدورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رسولا قد أحسن الله له رسولا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رسولا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الآن مع سئلة التفسير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم سؤال الأول قول الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوِ ما معنى العفو أي ما فضل عن قدر الحاجة قوله تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ معنى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ أي ذوات الأزواج قوله تعالى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ معنى خَلَائِفَ الْأَرْضِ أي يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قوله تعالى وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةِ معنى وَلِيجَةِ أي بطانة وأصحاب الصر وأولياء قوله تعالى فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ أي لَبِطَرِيقٍ وَوَضِحٍ يَعْتَمُونَ بِهِ طيب قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ أَوِّبِي أي رَجِّعِي أو سَبِّحِي وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ المراد بالنجم أي النبات نعم يَنْقَدَانِ لِلَّهِ النبات النبات قوله تعالى وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ما معنى والمؤْتَفِكَاتُ أي المُنْقُلِبَاتِ قُرَاقَ مِلُوطٍ نعم المُنْقُلِبَاتِ قُرَاقَ مِلُوطٍ نعم قوله تعالى فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ أي الملائكة تسبق بالعروائل المؤمنين أخيرا قوله تعالى النجم الثاقب النجم الثاقب نعم المضيع 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 أو المتوهج متح الله عليك نعم 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 نعم